حركات النسوية هي انطلقت أساسا من منطلق خلينا نقول حقوق عادلة يعني هي البحث عن الحقوق وكانت في البداية حركة تطالف فقط أن يكون لها حق التصويت في البداية يعني كحقوق سياسية ثم وصلت آخر مطاف الحركة المستوى الرابع منها المطالبة بأن تخرج عن أي دور تنميطي ينمطه المجتمع أي دور أي نمط هي بقالب توصف به المرأة تخرج عن هذا القالب يعني المخالفة لمجرد المخالفة نعم ولكن يعني هي تطورت وكان هناك من يمول هذا التطور تمويل اقتصادي مادي من سواء الكونغرس سواء من الـ CIA وكثير من المحركات النسوية تصرح أنني أنا أتقاضى التمويل من الخارج طيب هل تعلمون أنه أكبر أكبر داعم للحركات النسوية منهم؟ ليسوا النساء الرجال الرجال أكبر داعم للحركات النسوية لماذا؟ لأن الرأس مالية هي تتغذى على هذه الحركات النسوية لأسباب أن تخرج المرأة من أدوارها الاجتماعية أن تخرج من أدوارها الاجتماعية لأن المرأة عندما تعمل في داخل المنزل لا تأخذ الأجرة التي تأجرها على فيما لو أحضروا خادمة وهذه الخادمة يكون لها ضمان راتف الضمان تقططع الدولة منه ضريبة يعني زيادة الانتاجية ليس زيادة الانتاجية على العكس تماما وإنما زيادة اقتطاع الرأس مالية من الضرائب المرأة وهي في بيتها وتقوم بأدوارها لا يتم الرأس مالية اقتطاع هذه الأموال فبتافع الضمان هذه قضية قضية أخرى عندما تخرج المرأة من بيتها والعمل في بيتها إلى الخارج تكون هناك أجرة أقل من أجرة الرجل وغاية الآن هي لا توجد هناك مساوامة بين الأجرة الرجل بالنسبة لأجرة الرجل أجرة المرأة بالنسبة لأجرة الرجل ترجمة نانسي قنقر